ازاي تقدر تفاعل تعتيم الشاشة في الويندوز الاول ايه هو تعتيم الشاشة? تعتيم الشاشة هو حاجة اخترياتها جوجل اه نظام او القرق الشاشة بتاعها الاندرويد ان انت طالما تستخدم ناطق فانت نسبيا انت مش محتاج الشاشة. فعشان تحافظ على خصوصيتك ممكن تقفلها بقى خالص. وده طبعا بيوفر لك في البطارية حاجات كتير جدا. شاشة من الحاجة اللي بتاخد بغباء من البطارية. ممكن تعرف كده لو دخلت في البطارية عندك في الموبايل او الطاقة هتلاقي الموضوع ده. الموضوع بيتفعل ازاي? انا هنا عندي في الويندوز. هو الموضوع مش منوضوع في الويندوز بس عندنا حل لها. هدوس زرار start مع ال-P. ده عشان له هتوصل شاشتين بالجهاز بس طبعا انا مش بنشرح ده النهاردة. انت هتختار second screen only. حاليا نطق عندي شغال بس ما فيش اي صورة. الليد بتاعت اتقفلت. انا بقدر اتصفح الجهاز عادي وافتح. كل حاجة هي زي ما هي. وقدر عمل كل حاجة بس دلوقتي انا وفرت كل الطاقة اللي الشاشة بتاخدها لان اني شاشة اصلا حاليا مش شغالة. هي مقفولة. وما عملت اي حاجة مش هتشتغل. الحل ما شغلت بس زي. اروح راجع. دايس ويندوز. وبي. واختار PC screen only. ودو افتر. اي كده رجعت. السورة تاني. موضوع بمنطقة البساطة كده. اتمنى يكون الفيديو الصغير ده عجبك. ولو عجبك من ننزاش تدريس شير. دوس لايك. ودو سبسكرايب او اشترك في القناة. واتفعل زر الجرس. ولو عندك اي استفسار او سؤال يريد ان تسيبه الي في تعليق. و اشترك في القناة.